بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا أعزاء نقدم اليوم لكم محاضرة في مادرة التوبولوجي للمرحلة الرابعة قسم الغياضيات في كلية التربية الجامعة المسنصرية يقدمها لأستاذ الدكتور مونير عبدالخالق المحاضرة اليوم مالتنا هي دابة سب سبيس توبولوجي نبدأ أولا بالتعريف إن Him is any topological space, any subset A of X, A subset from Xtau the subspace topology on A denoted by Tau A is given by Tau A equal U subset from A, U equal V intersection A for some V belong to tau Note that this is equivalent to definition tau A to be V intersection A V belong to tau إذا نريد أن نفهم التعريب بشكل صحيح كأنه نقول أنه عندنا فضاء topology اللي هو X tau وعندنا A مجموعة جزئية من X فنقدر ننشئ عليها فضاء جزئي اللي نسميه tau A واللي هو ناتج من تقاطع المجموعة A مع كافة الأوبن سيت الموجودة بالتاو هذا بالضبط اللي هسه شرحناه أنه عناصر التاو A أوبن اللي هو أيضاً topology هي ناتجة من تقاطع الأي مع كل الأوبن سبست والتي تمثل عناصر التاو لذلك تاو A أوبن سيت لا يجب أن تكون تاو أوبن في الواقع ليس بالضرورة أن تكون التاو A أوبن هي نفسها تاو أوبن يعني ليس كل تاو A أوبن هي تاو أوبن وراح أراويك المثال الموجود أماني إذا نأخذ الأكس هي عبارة عن A وB وC وأخذ التاو هو عبارة عن الفاي والأكس والسنغلتن AB والسنغلتن AC والسنغلتن AB كما تعرفون الآن هذه هي شروط التابولوجي لأن شروط التابولوجي أولاً يجب أن يكون الفاي والأكس بلونج تاو يجب أن يكون every element of tau is the union of every element of tau is element of tau بمعنى أنه عناصر الموجودة بالتاو اتحادهم يمطل عنصر بالتاو و the finite intersection of any element of tau is element of tau بمعنى التقاطع المحدود للعناصر الموجودة بالتاو هو عنصر بالتاو هذا يمثل التابولوجي حقق الشروط التلاثة إذن الـ X ويها التاو رح نسميه التابولوجي خلس بيس رح أخذ الآن المجموعة A اللي هي عناصرها بي و سي اللي هي 600 من X كما تلاحظون لاحظ أن التاو أي مين رح ينتج رح ينتج من تقاطع المجموعة A مع عناصر الموجودة بالتاو فرح أقاطع الآن الـ B-C و L-P تقاطع حيطة في الـ B-C أقاطع مع الـ X يطني A اللي هي نفسها A الـ B-C أقاطع مع الـ A-B يطني B الـ B-C أقاطع مع الـ A-C يطني C البي سي يقاطعها مع الاي يرجع فاي لو لاحظ التاو اي عناصره فاي و اي و بي و سي الآن يمثل التابولوجي خلي نشوف اول ان الفاي موجودة الاي موجودة الاتحاد بي سي اللي يرجع اي نفسه التقاطع فاي اذن هذا يشكل التابولوجي الملاحظة اللي قلناها قبل شوية ان سوى التاو اي اوبن ست لاحظ الآن العناصر الموجودة بالتاو اي اوبن اللي هي الفاي والاي والبي والسي غير موجودة مثلا لو ناخذ المجموعة اي اللي هي البي سي البي سي هي مو اوبن لكن هي تاو اي اوبن اذن مو كل تاو اي اوبن هو اوبن هذا اللي داقصت بالملاحظة ماتي هذا مثال يبين لك كيفية ايجاد السب سبيس تابولوجي وبنفس الوقت يراويك من خلال الملاحظة السابقة انه تاو اي اوبن ليس بالضرورة ان يكون تاو اوبن شكرا للاستماع للمحظة